هادرس دلوقتي بشماندسين الماجنيتك فورس اللي بتأثر على موضوع داخل ماجنيتك فيلد فبيبع عندي كوندكتور بيمر فيه الالكتريك كارنت وعايز اشوف الماجنيتك فورس اللي بتأثر عليه حضرتك بشماندس لو انت جبت كوندكتور بالشكل ده كده وحطيته ما بين الماجنيت ما بين الان والاس يعني طبقت عليه يونيفورم ماجنيتك فيلد او مجال منتظم عبارة عن خطوط متوازية والمسافات بينها مسافات متساوية الحالة الاولانية اللي احنا عايزين نلاحظها او هنلاحظ ان لو عند الكندكتور ده الالكتريك كارنت اللي بيمر فيه equal zero فيبقى الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكندكتور ده تساوي zero الشكل اللي قدام حضرتك ده لو انت جيت بسيط من السايت ده كده فيبقى عندي هو ده الكندكتور تمام خطوط المجال الماجنيتك فيلد تبقى داخلها على الصفحة اللي قدام حضرتك يبقى في اتجاه عمودي على البيج اللي قدامنا فبالتالي بعبر عنها بكروس يبقى دي اسمها البي ان يعني الماجنيتك فيلد خطوط عمودي على الصفحة اللي قدام حضرتك ده يونيفورمي ماجنيتك فيلد وداخل على الصفحة لما يبقى الالكتريك كارنت بيساوي zero هلاقي ان الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكندكتور ده تساوي zero الحالة اللي بعد كده اول ما يبدأ يمر الالكتريك كارنت داخل الكندكتور تمام؟ في طيار بيمر فيه الكندكتور ده فبلاحظ ان الكندكتور ده يتأثر بي ماجنيتك فورس يبقى فيه قوة مغناطسية بتأثر على الكندكتور ده اتجاه الالكتريك كارنت اللي عنده حضرتك ده بشمهندس هو اتجاه الكونفينشنال كارنت او اتجاه الطيار التقليدي هو اتجاه حركة البوزتيف تشارج داخل الكندكتور طيب اتجاه القوة ده بشمهندسين تقدر تحددها عن طريق الرايت هاند رول تمام؟ يبقى الابهام يشير الى اتجاه الالكتريك كارنت تمام؟ داخل الكندكتور والاصابع الاربعة يشيروا لي اتجاه الماجنيتك فيلد ويبقى الماجنيتك فورس تبقى خارجة من ايدي بالشكل ده كده كأنك بتدفع حاجة حضرتك يا بشمهندس لو جيت تطبق الكلام ده يبقى الابهام في اتجاه الالكتريك كارنت تمام؟ الأصابع الاربعة يبقى عمودين على الصفحة تمام؟ او البيجي اللي قدامك دي ويبقى اتجاه القوة اللي بتأثر على الكندكتور ده يبدأ يتحرك فيه الاتجاه ده تمام؟ لو انت حضرتك بقى يا بشمهندس عكاست اتجاه الالكتريك كارنت عكاست البولاريتي بتاعة المواصل ده يعني خلت ده هاير بوتينشال زين الاندي دي يعني جهد النقطة دي اكبر من ده فيبدأ الالكتريك كارنت يمر فيه الاتجاه ده كويس لما اجي اشوف الكندكتور ألاقي ان هو بيتأثر به ماجنيتك فورس اتجاهها في الاتجاه ده لو جيت اطبق برضو الرايت هاند رول بنفس الاسلوب يبقى الابهام يشير لأسفل الاصابع الاربعة يبقى عمودين ودخلين على الصفحة عشان كده عبرت عنه بكروس يبقى يتأثر به ماجنيتك فورس في الاتجاه ده تمام ايه بقى اللي انا عايز اقولها بشمانسين اللي احنا عايزين نقولها بشمانسين ان انت قبل كده عرفت ان بيبقى فيه ماجنيتك فورس بتأثر على الالكتريك تشارج وهي بتتحرك داخل الماجنيتك فيلد بتتأثر بماجنيتك فورس طيب ما هو ايه السبب الماجنيتك فورس دي حضرتك عارف ان الالكتريك كارنت الطيار الكهرابي ده ما هو الا او مجموعة من الشحنات الكهربية بتبقى في حالة موشن فلما يبقى عندي المواصل او الكندكتور ده بيمر فيه الالكتريك كارنت ومتعرض ليه ماجنيتك فيلد فبتنشأ قوة مغناطية او الماجنيتك فورس دي بتأثر على كل شحنة متحركة داخل المواصل وبالتالي يبقى القوة المغناطية اللي اثرت على المواصل دي ما هي الا محصلة لتلك القوة المغناطية اللي اثرت على كل شحنة ده كده تفسير الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكندكتور النقطة اللي بعد كده باش مانتسين عايزك برضو تكون فاهم ان الماجنيتك فورس دي ما بتأثرش على الكندكتور انما بتأثر على الالكتريك تشارجز اللي بتتحرك داخل المواصل يعني الماجنيتك فورس بتأثر على الشحنات المتحركة داخل الكندكتور ده طيب ممكن واحد تاني جيب الديريكشن للماجنيتك فورس دي عن طريق الليفت هاندرو قاعدة اليد اليسرى دي تطبق الاصابع هيديك نفس الاتجاه بالزبط مش هتفرق اي شيء نفس تطبيقة الاصابع دي هتطبقها على الاتجاهات بالنسبة للالكتوريك كارند والماجنيتك فورس هتحصل عليها بنفس الاتجاه بالزبط بس مع مرعاة ان انت تطبق الاصابع دول في نفس الاتجاهات الموضح تمام يعني ممكن تجيب الديريكشن للماجنيتك فورس بالرايت هاندرول ويبقى للاتجاهات دي كده اللي عندك وممكن اجيبها بيه الليفت هاندرول ومش هتفرق خالص علشان ابدأ احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على ستريت كوندكتور موضوع في اكسترنال ماجنيتك فيلد او يونيفورم ماجنيتك فيلد فانت هتبدأ تطبق الاتي هفرد ان انا عندي ستريت كوندكتور او سلك مستقيم طوله تمام موضوع داخل يونيفورم ماجنيتك فيلد يونيفورم ماجنيتك فيلد واتجاهه يبقى داخل على الصفحة اللي قدام حضرتك عشان كده انا رسمته السلك ده ليه يونيفورم كروس سيكشنال اريا ليه مساحة مقطع منتظمة تمام وعايز احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الستريت كوندكتور ده حضرتك باش مهندس لما يبقى عند الكندكتور بالشكل ده كده هو جزئي من داير لما يبقى البوينت دي او الطرف ده او الاندي دي البوتينشال انرجي بتاعتها اكبر من البوتينشال انرجي بتاعت الطرف التاني ده او ده بوزوتيف وده نيجاتيف فيبقى فيه الالكتريك فيلد تمام اتجاهه في الاتجاه ده كده اتجاه الالكتريك فيلد من الليفت للرايت نتيجة تطبيق الالكتريك فيلد على الكندكتور ده تبدأ البوزوتيف تشارج اللي موجودة داخل الكندكتور دي تتحرك فيه نفس اتجاه المجال بتتحرك بيه سرعة بنسميها سرعة الانجراف تمام بتنجرف فيه الاتجاه ده طيب الاتجاه بتاع الالكتريك كارنت لما تيجي ترسمه على الكندكتور او في الدوارة الكهربية فانت بترسم اتجاه الالكتريك كارنت فيه نفس اتجاه حركة البوزوتيف تشارج ده كده اتجاه الالكتريك كارنت بالنسبة ليه النيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون فتبدأ تتحرك في عكس اتجاه الحركة او الشحنة الموجابة دي يعني عكس اتجاه الالكتريك فيلد فاحنا سواء بندرس للبوزوتيف او النيجاتيف مش هتفرق معي هنحدد الايه الماجنيتك فورس اللي بتأثر على البوزوتيف ايه تشارج فانت عشان تحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكندكتور ده تقدر تحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على شحنة واحدة وبعد كده تضرب في عدد الشحنات اللي موجودة داخل الموصل ده كله فانت عندك بوزوتيف اتشارج بتتحرك بسرعة في في اتجاه عمودي على الماجنيتك فيلد تتأثر بماجنيتك فورس جيفن بالاكوشن دي يبقى بقى الاف بتساوي كيو في بي طبعا سين سيتا السيتا هنا بتسعين درجة فيبقى الماجنيتك فورس اللي بتأثر على شحنة واحدة هي دي طيب انا عايز بعد كده احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على كل الالكتريك تشارجز اللي موجودة عندي فيبقى عندك عدد الشحنات number of electric charge اللي موجودة داخل الموصل ده مضروبة فيه الماجنيتك فورس اللي بتأثر على شحنة واحدة اللي بتأثر على شحنة واحدة انا حسبتها كيو في بي عشان تجيب العدد للشحنات دي اللي هو الان هتفرد الاتي هفرد ان انا عندي الان دي هي عبارة عن number of electric charge per unit volume يعني عدد الشحنات لوحدة ايه الحجوم فيبقى لما تكتبها في صورة رياضية كده تقدر تقول ان الان small دي يعبارة عن عدد الشحنات اللي انا بدور عليها مقسومة على حجم المواصل فطرفين فوسطين يبقى عدد الشحنات اللي هي الان تمام اللي موجودة داخل المواصل اللي طوله ايه لده هي عبارة عن n small مضروبة فيه volume n small مضروبة فيه volume ال volume ده بتاع الكوندكتور وعبارة عن مساحة القاعدة دي الarea دي في الطول بتاعه يبقى كأن ال volume عبارة عن a في l من لغاية هنا انت جبت عدد الشحنات اضربها فيه كيمة الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الشحنة الواحدة يبقى انت جبت الماجنيتك فورس الكلية تبقى الماجنيتك فورس الكلية يعبارة عن ايه ال n يعبارة عن n small a l اهيه ال f يعبارة عن الماجنيتك فورس اللي بتأثر على شحنة واحدة اللي يعبارة عن ايه QVB هرتب المعادلة دي الماجنيتك فيلد نزل أنا بحسب ماجنيت يود دلوقتي ده كل تمام؟ والل طوله الكنداكتور ده L ال-I ده باش مهانسين يكافئ الترم اللي هو عبارة عن NQV في A N وقادل Q وقادل V وقادل A يعني كأن الماجنيتك فورس اللي بتأثر على استريت كونداكتور هي عبارة عن ال-BIL الإكوشن دي تنطبق على الكنداكتور لو موضوع نورمال في ماجنيتك فيلد في اتجاه عمودي على اتجاه المجال تمام؟ بدتليني ان انا بدلت ال-I او ال-Electric Current ده بالترم ده الإكوشن دي ال-Electric Current بدلالة تمام؟ والشحن اللي عندي ودريفت فيلوستي او سرعة الانجراف والكروس سيكشن اريا بتاعت الكنداكتور ده كده انت المفروض كنت أثبته في جزء الكهربية الترمي اللي فات يعني ال-Electric Current بيساوي NQV في A تمام؟ طيب لما بدلت اطلع لنا المعادلة دي BIL الإكوشن اللي بتأثر دي اتفقنا لو كان الكنداكتور ده موضوع في اتجاه عمودي طيب لو الكنداكتور عامل زاوية سيتا مع اتجاه المجال فتبدأ تلاقي ان الماجنيتك فورس دي بتعتمد على صين الزاوية ما بين اتجاه الكنداكتور اللي هو اتجاه ال-Electric Current واتجاه الماجنيتك فيلد فانت لما تيجي تكتب General Equation تبقى ال-F به عبارة عن BIL سين سيتا تمام؟ يبقى السيتا هي الزاوية ما بين اتجاه الكنداكتور اللي هو اتجاه ال-Electric Current مضروبة فيه او الزاوية ما بين ايه تاني الماجنيتك فيلد فيبقى لما اجا اكتبها في صورة الكروس يبقى الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكنداكتور هي عبارة عن IL كروس ال-B لما اجا فوق دي يبقى BIL سين سيتا اللي انا اثبته ده دلوقتي هو عبارة عن الماجنيتك فورس كماجنيتيود اللي بتأثر على ال-Electric Conductor بالنسبة لي ال-Direction عشان تجيب اتجاه القوة دي باش منسين اللي بتأثر على الكنداكتور اتجاهها فانت بتستخدم ال-Right Hand Rule بالنسبة لي ال-Right Hand Rule يبقى الابهام في اتجاه ال-Conventional Current الطيار التقليدي ده والاصابع الاربعة دول يبقوا في اتجاه الماجنيتك فيلد تمام؟ تبقى الماجنيتك فورس في الاتجاه ده لما انطبق الرسمة دي على الاتجاهات اللي عندنا اتجاه الطيار ده هو اتجاه حركة الشحنات المجابة يعني في نفس الاتجاه ده كده الابهام الاصابع الاربعة يبقوا دخلين على الصفحة تمام؟ عشان بيعبروا عن الماجنيتك فيلد تبقى القوة في النهاية تبقى لأعلى بالشكل ده كده تعالى ندرس بقى باش مانسين لو كان الكنداكتور اللي عندنا نوت ستريت كونداكتور او واخد شكل عشوائي بالشكل ده كده تمام؟ بس الكروس سيكشن اريا او مساحة المقطع بتاع الكنداكتور ده يبقى منتظم والكنداكتور ده محطوط في يونيفورم ماجنيتك فيلد في الحالة دي علشان تبدأ تحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكنداكتور ده اول خطوة تبدأ تقسم الكنداكتور ده لمجموعة من او مجموعة من العناصر الصغيرة طول كل منها دي اس تمام؟ يبقى طول الاليمنت اللي هاخده هو عبارة عن دي اس واحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الاليمنت ده تمام؟ وبعد كده هعمل عملية تكامل من اول الكنداكتور من الستارت بوينت لغاية الاند بوينت فانت اول حاجة تحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الاليمنت بنفس الاسلوب بالضبط هي عبارة عن اي دي اس كروس البي يبديه كده دي اف اللي هي بتأثر على الألمنت نفس المعادلة اللي فاتت كنت بتقول I L Crosel B بس هنا ما عنديش إلا أنا عندي ألمنت طوله إيه عشان تبدأ تحسب التوتال فورس اللي بتأثر على الواير ده فأنت بتعمل عملية تكامل للمعادلة دي طيب عشان أكامل المعادلة دي بقى أنت جبت التوتال ماجنيتك فورس اللي بتأثر على الألمنت ال I نزلت وهبدأ أكامل ال DS من ال A لغاية ال B حيث ال A وال B دول بيعبروا عن ال End Points بتاعة الواير نقطة البداية والنهاية يبقى لو أنا عندي Curved Wire بيمر فيه Electric Current I موضوع داخل Uniform Magnetic Field الكيرفد واير اللي أنا رسمه بشمانسين هو ده بيبدأ من النقطة دي كده ده كده الكيرفد واير اللي أنا ماشي عليه ده تمام؟ نقطة Straight Conductor بيمر فيه Electric Current في الاتجاه ده عايز أحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على ال Conducting Wire ده فأنت أول خطوة هتبدأ تقسم الواير ده لمجموعة من Small Elements أو مجموعة من العناصر الصغيرة طول كل منها DS وتبدأ تحسب الماجنيتك فورس على الألمنت ده هي عبارة عن I DS Cross B ممكن تكتبها I DS B Sin Theta وتبقى السيتا هي الزاوية ما بين اتجاه Displacement واتجاه الماجنيتك فيلد بعد جده باش مانتسين انت حضرتك تكامل المصار ده أو ال Conductor ده من نقطة البداية لغاية نقطة النهاية عشان تجيب Total Magnetic A Magnetic Force طيب التكامل دي F اللي هي ال FB Total ال I ثابت لكل العناصر تمام ويبقى الماجنيتك فيلد ثابت ل Uniform Magnetic Field ويبقى عندي تكامل ال Displacement اللي هي ال DS هكاملها من النقطة A لغاية النقطة B تكامل ال A من A إلى B بالنسبة لل DS ممكن تبدلها باش مانتسين بال L ده ان انت توصل Straight Wire من نقطة البداية لغاية نقطة النهاية تمام يبقى في شكل Straight بالشكل ده كده وتبدأ تكتب المعادلة بتاعتك يبقى كأنها I L داج B Sin Theta وتبقى Theta هي الزاوية ما بين اتجاه ال Conductor واتجاه الماجنيتك فيلد اللي احنا عايزين نقوله ان الماجنيتك فورس اللي بتأثر على Curved Wire بيمر فيه Electric Current نفس بالضبط الماجنيتك فورس اللي بتأثر على Straight Wire بيوصل ما بين نقط البداية والنهاية بتاعت ال Conductor اللي هو واخد Curved Wire يبقى بالشكل ده كده تيجي عند النقطة دي والنقطة دي وتوصلهم ببعض طول ده هو عبارة عن L داج الماجنيتك فورس اللي بتأثر على Curved Wire ده هي هي الماجنيتك فورس كأنك عندك Straight Conductor بيوصل من أول نقطة لآخر نقطة الحالة التانية باشو محننسين إن assure احنا يبقى عندنا الكوندوكتنج واير ده بيمثل مصار مغلق بالشكل اللي قدام حضرتك يبقى انا عندي سلك عملتي بيه او مصار مغلق بالشكل ده بيمر فيه الاتجاه اللي انا موضحه الواير ده اللي واخد شكل مصار مغلق موضوع داخل يونيفورم ماجنيتك فيلد اتجاهه زي ما انا موضحه فيه الاتجاه ده كده تمام حضرتك عشان نبدأ نحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر النيت ماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكلوزد لوب ده او المصار المغلق ده فانت تبدأ تقسم الواير ده لمجموعة من العناصر نفس الفكرة بالزبط اللي هي عبارة عن small elements طول كل منها وعبارة عن DS الماجنيتك فورس اللي بتأثر على element طوله DS موضوع داخل ماجنيتك فيلد هي عبارة عن IDS cross B عشان اجيب لكل العناصر دي لو دي نقطة البداية فانت هجيب لكل العناصر اللي موجودة داخل الكندكتور ده فانت هتعمل عملية التكامل الالكتريك كارن تسابت لكل العناصر يخرج برا التكامل الماجنيتك فيلد يونيفورم ماجنيتك فيلد يخرج برا التكامل كأنك بتكامل مصار مغلق للإزاحة دي عشان تبدأ تجيب كل العناصر دي ففي المصار المغلق ده باش مهنسين نقطة البداية هي بالزبط نقطة النهاية الـ end point دي فانت يبقى التكامل على المصار المغلق ده بيساوي 0 طالما المصار ده بيساوي 0 فانت تلاقي ان الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الـ closed loop اللي موضوع داخل يونيفورم ماجنيتك فيلد غصبا عني لازم تساوي كام 0 مثال عندنا تانا باش مهنسين عندي conducting wire واخد الشكل ده كده جزء straight وجزء curved الجزء curved ده عبارة عن نص دايرة نص كترها R بيمر فيه electric current في الاتجاه الموضح ده روح تجايب يطبق على الـ wire ده اللي بيمثل closed loop او مصار مغلق magnetic field اتجاهه اللي انا رسمه في الاتجاه ده كده موازي ليه الـ page موازي للصفحة اللي قدامك دي فالمطلوب مننا عايز احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على illustrate section على الجزء ده كده تمام وعايز احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكرفد وير ده فلما تيجي تحسب بقى باش مهنسين هنبدأ نحسب الماجنيتك فورس على illustrate conductor عندي conductor تمام بيمر فيه electric current وموضوع فيه اتجاه عمودي على اتجاه المجال تبقى الماجنيتك فورس اللي بتأثر عليه هي عبارة عن بي اي ال 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 دي طول illustrate conductor هو عبارة عن اتنين R يعني دي كده عبارة عن داعف نص القطر يبقى اللي هتبقى بتساوي اتنين R لما تعود هنا تطلع لك اتنين BIR اتجاه الماجنيتك فورس دي تقدر تجيبها بي ال right hand rule لما طبق الابهام في نفس اتجاه electric current والاصابع الاربعة تبقى موازية للصفحة تلاقي باش مهنسين لما طبق على الرسمة اللي قدامك دي تلاقي الماجنيتك فورس دي كأنها جاية على حضرتك اتجاهها جاية على حضرتك فانت لما تيجي ترسمها ترسمها ضد بالنسبة لي الجزء الكيرفد او الجزء المنحني ده باش مهنسين كده عايز تحسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر عليه ففي حالة الكيرفد واير انت بتحصل على الماجنيتك فورس دي كأنك بالذبط بتحسب الماجنيتك فورس على نقطة ستريات كونداكتور بيوصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية فانت كأنك بتيجي عند النقطة ايه دي وتبدأ توصل كونداكتور من ايه لغاية نقطة b نقطة البداية بتاعة الكيرفد ايه اللي هي النقطة دي وتوصل لنقطة البداية كأنك عندك ستريات كونداكتور نفس طول التحت ده اللي هو الستريات اللي تحت ويبقى اتجاه l-electric current هو اللي بتاعكس بس لأن الالكتريك كارنت في الكيرفيد في الاتجاه ده فلما أجهز بالماجنيتك فورس اللي بتأثر على الكيرفيد هلاقيها برضو هي عبارة عن البي آي ال لأن الماجنيتك فورس للكيرفيد هي عبارة عن الماجنيتك فورس على الستريت وير اللي بيوصل ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية في اتجاه الالكتريك كارنت يبقى البي آي ال طول الكندكتور ده هو عبارة عن اتنين ار برضو يعني تلاقيها نفس الماجنيتيوت بالزبط طيب اتجاه الماجنيتك فورس دي اللي بتأثر على الكيرفد واير تقدر تجيبها بيه الرايت هاند رول يبقى بالرايت هاند رول ان انت يبقى الابهام في اتجاه الالكتريك كارنط يبقى اتجاهه كده تمام والاصابع الاربع يبقى موزين على الصفحة يبقى الماجنيتك فورس تبقى كأنك بتدفع حاجة في اتجاه عمودي على الصفحة اللي قدام حضرتك دي يبقى اتجاه القوة يبقى داخل على الصفحة فانا لما اجي للجزء الكيرفد يبقى الماجنيتك فورس اتجاهها داخل على البيج بالنسبة للجزء اللي استريت اللي هو الاصل اللي موجود داخل الكندكتور ده الماجنيتك فورس اللي بتأثر عليه نفس القيمة واتجاهها لأعلى تمام؟ يبقى النت ماجنيتك فورس قوتين نفس الماجنيتود تمام؟ نفس الماجنيتود ولكن مختلفين في الاتجاه يبقى النت ماجنيتك فورس تبقى بتساوي كام؟ إنما لما نشوف محاضرات بعد كده وانت بتحسب الترك أو عزم الدوران لازم يبقى ليكويما لأن القوتين دول مش هيبقوا على نفس اللاين فيبدأ يحصل روتاشن لللوب دي يعني فيه قوة هنا بتأثر في اتجاه جاية على حضرتك وفيه قوة عند النقطة دي بتأثر على اللوب عند النقطة دي فيبدأ يحصل لها روتاشن طبعا الكلام ده هيوضح معانا فيه جزء الترك اللي بيأثر على الكلوزد مثال عندي واير واخد الشكل اللي قدام حضرتك ده كده تمام الشكل اللي قدام حضرتك ده بيكون من two straight sections جزء اولاني اللي straight هو الطول ده والطول ده طول كل منهم L الجزء التالت في الكون داكتور ده واخد شكل نص دايرة بالشكل اللي قدام حضرتك ونص كترها طبعا السيركل دي تقعبار عن ar بيمر فيه electric current فيه الاتجاه ده كده المطلوب مننا عايزة احسب net magnetic force القوة المغناطسية الكلية اللي بتأثر على الواير ده عشان ابدأ استخدم الاكويشنز اللي انا درستها اللي هي الbil sine theta فانت بتطبق على illustrate sections او illustrate conductor فهبدأ اقسم الواير ده لمجموعة من sections الsection الاولاني او الصيد الاولاني اللي هو ده كده عندي اللي هو يبقى طوله L يبقى يتأثر بmagnetic force يعبار عن الbil طبعا سين سيتا بواحد علشان سيتا بتسعين درجة لان الزاوية ما بين اتجاه الكوندكتور الستريت ده والماغنيتك فيلد بتسعين درجة طيب علشان ده كده كماغنيتيود علشان تحدد الديريكشن اتجاه الماغنيتك فورس اللي بتأثر على الجزء ده اتجاهها ناحية طبعا باستخدام الرايت هاندرول يبقى الالكتريك كارنت هيبقى اتجاه الابهام الماغنيتك فيلد اتجاه الاصابع الاربعي بداخلين على الصبورة تلاقي الماغنيتك فورس دي اتجاهها للليفت بالنسبة ليه السيكشن التاني اللي هو الستريت الصيد التاني ده اللي هو طوله L بقى عندي كوندكتور طوله L بيمر فيه electric current I موضوع normal داخل magnetic field فيبقى الماغنيتك فورس اللي بتأثر عليه عبارة BIL نفس الماغنيتيود بالزبط لان نفس الاطوال ونفس الالكتريك كارنت ونفس الماغنيتك فيلد اتجاه القوة دي باش مانسين هيبقى ليه لان الابهام هيبقى في اتجاه الالكتريك كارنت الاصابع الاربع يبقوا في اتجاه الماغنيتك فيلد داخلين على الصفحة ويبقى اتجاه القوة تلاقيها ليه علشان اجيب الماغنيتك فورس اللي بتأثر على الجزء اللي فوق ده باش مانسين ده جزء النقط فانت الالكتريك كارنت بيمر من اول النقطة دي لغاية النقطة دي تمام يبقى الجزء ده لو انا دي النقطة مثلا سمتها ايه ودي كده النقطة بيه تمام ففي حال دي الكيرفد واير انت كنت بتوصل استريت كونداكتور من نقطة البداية لغاية نقطة النهاية في نفس اتجاه الالكتريك كارنت يبقى فيه الالكتريك كارنت هيمر فيه السكشن ده كده في الاتجاه ده يعني ممكن تستبدل الكيرفد واير ده ان انت توصل سلك من نقطة البداية اللي هي ايه لغاية النهاية اللي هي بي تمام ويبقى عندي كوندكتور الطول بتاع الكوندكتور ده هو عبارة عن 2R 2R من D لان دي ات R و دي R فانا لما اجمعهم هموا عبارة عن ايه 2R واتجاه الطيار يبقى في الاتجاه ده كده لما اجي احسب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الستريك كوندكتور طوله L اللي هو عبارة عن 2R فيبقى الماجنيتك فورس يعبارة عن BIL ال L دي هشيلها وحطها 2R يبقى دي كده قيمة الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الجزء الكيرفد ده اتجاه الماجنيتك فورس اللي بتأثر عليه فحضرتك تطبق بالRight Hand Rule تطلع لك بالشكل ده كده اتجاه الطيار طبعا الستريت بقى اهو يبقى الابهام يبقى في اتجاه الالكتريك كارند الاصابع الاربع يبقى داخلين على الصفحة ويبقى الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الجزء ده تبقى لاعلى لما اجا جيب النيت ماجنيتك فورس تلاقي ان الF1 والF2 بيلاشوا بعض نفس الماجنيتود وعكس الاتجاه ويتفضل لنا ان هي القوة دي اللي بتأثر على الكوندكتور ككل اللي هي الF3 اللي هي كوميتا كام اتنين بي اي ار نفس الموضوع بشوانتين اه لو حضرتك عشان بس تبقى فاهم اكتر لو انا جيت من النقطة دي وروحت جاي قافل اللوب دي خلته مصار مغلق المفروض انت ماجنيتك فورس تبقى بتساوي كام زيرو لانك انت لما تيجي للصيد ده المسألة الغاية هنا خلصت لو انا جيت بقى روحت جاي مكمل للرسمة دي وخلتها كده جزء استريت روحت جاي قافل المصار ده كده في الاتجاه ده فيبقى بقى عندي القوة دي زي ما هي اسمها والماجنيتيوت بتاعتها والقوة دي والماجنيتيوت بتاعتها والقوة دي وهي يعبار عن ايه او اتنين بي اي ار زي ما طلعناه بالنسبة للصيد ده تلاقي ان الماجنيتيوتك فورس اللي بتأثر عليه هي عبار عن ايه بي اي ال. والل برضو بتاعته يعبار عن اتنين ار. فانت كأنك هنا في فرص بتأثر عليه. هي عبار عن ايه? اتنين بي اي ار. تمام? اتنين ايه? بي اي ار. يبقى اتجاهها لو جيت تطبق تلاقيها باش مهانتسين لاسفل. فانت كأنك تلاقي ان كل قوتين دي بتلاش دي ودي بتلاش دي. يبقى انت ماجنيتك فرصة على الكلوس دلوب لازم تستطيع ترجمة نانسي قنقر